الزنبابوي نويكس متوزي وهو لعب نادي جولدن أرس جنوب أفريقي وبيلعب أيضا في منتخب زنبابوي دخل دائرة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الآلي خلال أمريكاتو الشتوي المقبل إن شاء الله أهلي بيضع هذا المهاجم كخيار بديل للناجيري إليكي مهاجم لزيرن السويس اللي جبنا لكم قبل كده لقطات له وهذا اللاعب بيعتلي صدارة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الآلي متوزي اللي قدامكو ده بيقدم مستوى متميز جدا معنا دي نجح في إحراس 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم وشارك في بطولة أمم إفريقيا مع منتخب بلاده اللي أقيمت هنا في مصر مؤخرا يبقى عنده نادي الأهلي 2 لعيبة أعتقد يبقى 1 منهم موجود في النادي الأهلي إما هذا اللاعب نويكس متوزي أو اللاعب النجيري إليكي مهاجم لوديرن السويسي واللي سبق طبعا لفايلر أنه هو دربه هناك في سويسرا الاتنين مميزين جدا وإن كان هذا اللاعب هذا الموسم قدم مردود أفضل من اللاعب إليكي مهاجم لوديرن لأنه جاب 8 أهداف في 13 مباراة بينما إليكي مهاجم لوديرن جاب هدفين فقط لغير في نفس العدد تقريبا من المباراة ولكن له تاريخ تسجيلي قوي جدا 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 ده فيما يتعلق بطبعا النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر